ازاي شفت مشوار الاهلي وصولا لمطش وفاق الصيف قبل ما نروح للمرحلة الجاية عايزة شوف عايزة أقرأ كده معاك ازاي شفت مشوار الاهلي في أفريقيا السندي وهو داخل البطولة حامل لقب آخر نسختين وحامل لقب اتنين سوبر أفريقيا وحامل لقب أو ميداليا بنوزايا كاس العالم في نسختين ورابعة والله استاذ احمد يعني في البداية اللوحك كان يعني أي نعم انت في الأول في المجموعات كنت متخوف بس مش خايف على الفريق لان انت عارف الفرقة بتاعتك انت مركز اللي انت تأخذ البطولة مش بتلعب اللي انا اخذ المركز الاول في المجموعة بتاعتى او المركز الثاني فده ما كانش فارق اوو في الشارع الاهلاوي يعني ما كانش فارق وكان عندنا ثقة الحمدو الله في الفريق وقدرنا الحمدو الله يعني بخطوة ناخد كل مطش بمطشو وقدرنا خطوة بخطوة الحد ما وصلنا الحمدو الله ل trabaje ورغم اللي كل الكواليس ما حصلتش معانا عقوبات في الفترة الأولانية خالص برغم اللي احنا فنشنا في المجموعات الثاني ولكن انت في مطش واحد وسايب بقية المطشاط في مطش واحد بيحاولوا يعجزوك وبيحاولوا اللي هم بيقولوا البطولة للوداد وبيحاولوا اللي هم ياخدوا منك حاجات انت مش من حقهم اللي هم ياخدوها دي كورة قدم اللي الأفضل في الملعب هو اللي ياخد البطولة ما ينفعش للاتحاد الأفريقي ومتحايز لفريق واحد بس لا انت المفروض انت الاتحاد انت المنظم اللي هي عبادية المفروض انت توقف مع الطرفين ما ينفعش اللي نوقف مع طرف والطرف الثاني لا فدي يعني أنا مش عارف يعني هل الناس والمسؤولين في مصر سكتة ليه هو السيناريو السيناريو اللي اتحط بيدي يعني الاتحاد الأفريقي أدوات يبرأ بيها نفسه على أساس انه الملفات اللي تم استبعادها اللي تقدمت بالفعل استضافة لم تكن مطابقة للمواصفات يعني الاشتراطات الاتحاد الأفريقي على أساس انه السنغال اللي كان متوافق على ملفها انسحبت ولغاية اللحظة دي لم يتم الاعلان يعني هما انسحبوا فوق كده من غير ما يعني حتى يبعثوا للناس أو يبعثوا فتا أنا أقولك بقى جوة الأمور لما بتسمع الأمور اللي جاي مطبخ فيه تربطات وفيه حاجات كتيرة جدا وأنا بقولك هو تم الإعلان على أنه نهائي الكونفيدرالية هتصدفه النيجيريا أنا بقولك من الوقت المباراة السوبر هتصدفها السنغال اللي سحبت ملفها من استضافة دولي الأبطال تفرق معنا كالنادي القالي لا لا ما تفرقش معنا لأن إحنا إحنا البطل وإحنا متعودين على كده وطبيعي اللي ده يحصل معنا والأمور دي إحنا عشناها كتير قوي فمتهيألي يعني إحنا من ثلاث بطولات خدناهم تقريبا بره في التراجي يعني ما عندنا شئ لشكل حالس هو على فكرة السيناريو ده كان مرسوم السنة اللي فاتت يعني يعني السيناريو اللي إحنا هنلعابه يوم تلاتين خمسة ده كان متخطط له بأنه يحصل الوداد كان قبق قوسين أو أدنى من الوصول للمباراة نهائية كان متحدد السنة اللي فاتت برضو مركب محمد الخامس كان الوداد بيقابل كايزر تشيفز في ناحية وإحنا كنا في ناحية تانية وكان متوقع أنه الأهلي والوداد يوصلوا للمباراة نهائية ويلعبوا المباراة نهائية في المغرب لكن كانت المفاجأة أنه كايزر تشيفز أقصى للوداد بس أستاذ عمد يعني شكلها مش حضاري اللي أنت تلعب سنتين وراء بعد في نفس الملعب ونفس البلد فشكلها مش حلو يعني شكلها يعني المفروض تنوع يعني مش شرط تلعبها في مصر يعني إحنا مش عايزين دوت ماشي مش مشكلة ولكن نوع يبقى فيه على الأقل يبقى فيه بلد تانية فيه حاجة تانية أنت بتشوفها مش كل سنة نشوفها في المغرب فحاجة مش كويسة يعني لأه كمان التوقف